بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر ماشين إلمنتس ديزاين 1 نستكمل معنا شابتر 4 وهو متعلقة بالديناميك لودينج وبندمج هنا الـ variable stress على الرأسي بالشكل ده كده والـ mean stress يبقى sigma mean على الأفقي وسigma variable على الرأسي بعد كده هنعمل ايه عشان نوضح العلاقة ما بين الـ combined mean and variable stress الـ mean stress والـ variable stress طبعا ده في اتجاه التنسيل زي ما احنا شايفين التنسيل stress وهعمل ايه بقى هحدد قيمة sigma yield اللي هي خاصة بايه بالدكتالي المتيريال وسجما ultimate ده كله طبعا على الافقي اللي هو بيحدد sigma mean او المين stress او الجهاد المتوسط وهنا طبعا دي خاصة بالبرتل متيريال وعلى الرأسي هحدد sigma endurance اللي احنا آآ جبناها من الفتيج test لكل مادة طبعا وبوصل sigma yield بسجما endurance وسجما ultimate برضو بسجما endurance الخطين دول بيبينولي واحد منهم اللي هو بيبين سودر برج لاين او نظرية صدر برج ودي احد النظرات اللي احنا هندرسها وجودمان ايضا اللي هو بيتعامل مع sigma ultimate وسجما endurance يبقى صدر برج بيتعامل مع الخط ده اللي هو فيه sigma mid اللي هي خاصة بالدكتالي المتيريال وجودمان بيتعامل مع الخط ده اللي هو فيه sigma ultimate اللي هي خاصة بالبرتل متيريال نيجي الاول نظرية اللي هي جودمان. نظري جودمان بتقول ايه? طبعا انا موصل هنا بين سيجما انديورانس وما بين سيجما التمات. العلاقة دي او الخط ده بيمثله العلاقة دي. واحد على الفاكتوروف سيفتي بيساوي سيجما مين على سيجما التمات زائد سيجما فاريابل على سيجما انديورانس. ومنها اقدر احدد الفاكتوروف سيفتي الخاص باي مادة عشان اضمن انه ما يحصلش فالير. طبعا بالطبع لكل مادة لو افترضنا مثلا ان انا عندي سيجما مين بتاعتها جات بالقيمة دي. وسيجما فاريابل جات بالقيمة دي. يبقى في الحالة ديت اوصل النقطة دي هنا كده داخل الخط ده يبقى انا كده في الفاكتوروف سيفتي او في الامان او معناها ان الدزاين بتاعي سيف. لكن ازا حصل ان سيجما مين بالقيمة دي وسيجما بالقيمة ديت يبقى برا الخط ده يبقى الدزاين بتاعي انسيف وهيتعرض الى الفيلير او الانهيار. النظرية اللي بعد كده بتاعت ودي طبعا طالما فيها سيجما ييلد يبقى متعلقة بالبريتل ماتيريال. اه هي نفس العلاقة لكن مع اختلاف هنا بدل كان سيجما التميت نشوفها تاني. سيجما التميت كانت هنا في اه جودمان لانه متعلق بالبريتل ماتيريال. الاختلاف الوحيد ان هنا هشيل سيجما التميت واحط مكانها سيجما وحط مكانها سيجما ييلد. ده اللي هو خاصة بيمين سودر بيرج. ومنها اقدر احسب ايضا بمعلومية السيجما مين وسيجما ييلد وسيجما انديورنس وبنفس الكيفية اللي احنا شرحناها قبل كده. وبكده ننهي شابتر فور اللي هو نظريات الانهيار متعلقة بتحميل الديناميكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.